اهلا بكم حبائيبي طالبة الصف الرابع لبتدئي هنتعلم النهاردة how to write a paragraph how to write is زي نكتب paragraph وزي نتعامل مع المهام الأدئية في الامتحان القادم إن شاء الله how to write a paragraph حبائيبي طالبة الصف الرابع لابتدئي لازم عندنا خطوات معينة اخد بالي إن أنا لازم أبدأ بحرف يعني أول حرف يا أولاد هنبدأ بحرف لازم يكون في مسافة بسيبها في أول سطر قبل ما ببدأ أكتب الparagraph بتاعي لازم أرتب عناصر المقال ولازم يكون فيه جملة أبدأ بيها اللي هي topic sentence الجملة اللي ببدأ بيها الparagraph اللي هي كأنها فيها العنوان بتاع الparagraph يعني مثلا لو بتكلم عن transportation النقل مثلا بكتب جملة عن transportation is very important بتكلم عن birthday party فاتتكلم فاتقول مثلا last week it was my birthday party أو it was my birthday party وحكذا دي كده اللي هي topic sentence الجملة الرئيسية لازم لا راعي كويس جدا علامات التركيم عشان علامات التركيم بينقص عليها لازم تكون الجملة بتنتهي بفولستوب لازم لو فيه سؤال نحطه لازم لو فيه حاجة بتستدعي على علامة التركيم يبقى من راعي علامات التركيم كويس أول كل جملة الحرف الأول في كل جملة يكون ويكتب على الأقل خمس ستة جمل ويكون فيه topic sentence يكون فيه جملة افتتاحية دي كده الstepس الرئيسية عشان نكتب بيها الparagraph بتاعنا أو نتعامل مع المهام الأدائية هنبدأ دلوقتي السنة الرابعة مع my dad's box of memories my dad's box of memories يعني صندوق والدي أو صندوق الزكريات الخاص بوالدي صندوق والدي للذكريات my dad's box of memories بيجب لي كلمات الكلمات الرئيسية المين words بتاعتي old قديم metal my dad's box of memories والدي لديه صندوق صندوق قديم للذكريات لاحظ ان في نهاية الجملة حطي يا أولاد حطي full stop ببدأ الجملة اللي بعدها it's i capital i capital أراحز من النوع دي مهمة جدا يا أولاد it's made of it's made of يعني مصنوع من metal المعدن يبقى it's made of مصنوع من metal full stop وببدأ الجملة اللي بعدها برضو أول letter capital it has many photos of my dad في صور كتير الوالدي his friends أصدقاؤه and our family our family علتنا وفي النهاية حط الفلسطوب يبقى ملاحظ ان الجملة بدأت بال i capital فقال it has many photos of my dad his friends and our family ملاحظ ان بين my dad his friends and our family في قما دي كده جزء البنك تويتل ولتلك ركز عليه في قما في قما ما بين my dad with his friends and our family في نهاية الجملة نحط الفلسطوب طبعا لأن انت نهاية الجملة انتهت when we saw it لما شفنا الصندوق when we saw it we were very excited كنا متحمسين عشان نفتح الصندوق يبقى هقول البراغراف الثاني my dad's box of memories my dad has an old box of memories it's made of metal it has many photos of my dad his friends and our family when we saw it we were very excited when we saw it we were very excited المهمة اللي بعد كده يا ولاد we had fun we had fun احنا عارفين طبعا انها have fun يعني يمرح had fun in the past في الماضي we had fun يعني نحن مرحنا we had fun المين words الكلمات الرئيسية بتاعتنا trip رحلة sea بحر happy سعيد healthy food الطعام السحي وعكسها طبعا unhealthy food الطعام الغير صحي catch fish هنا catch بمعنى يصطاد catch fish يصطاد سمك اخد بالي وانا بكتب في المهام الأدئية او في الparagraph لازم اللتر الاول اول litter the first litter of the sentence write in the capital form يعني بيتكتب في الطريقة الكابتال يعني we went on a trip last week طبعا ال-w هنا كابتال we went ملاحظ ان لازم التزم في الparagraph ب الزمن التنس بتاعنا الزمن ياولاد يعني هنا انا بتكلم in the past في الماضي يبقى لازم قول we went we went بنفعش قول we go we went on a trip لاني يذهب في رحلة اسمها go on a trip go on a trip يعني يذهب في رحلة في الماضي we went on a trip last week يعني رحنا في رحلة الاسبوع الماضي we went to the sea ما قالش we go لا we went يعني نحن ذهبنا we went to the sea لاحظ البنكت we ate healthy food ملاحظ معايا قال we ate ما قالش we eat لاني انا خلاص انا بتكلم كده الجمال كلها in the past في الماضي we ate healthy food اكلنا امسح we caught many fish ملاحظ فوق مكتوبة catch في الباست في الماضي تيبقى caught catch caught يعني استاد we caught many fish يعني استادنا سمك كتير we were happy ينفع we are لا احنا كنا we were بدل we are في الماضي we were happy we had a great fun we had a great fun معلش we have in the past في الماضي we had يبقى الparagraph هنا مكتوب in the past في الماضي in the past symbol في الماضي البسيط وملاحظ البنكت ويت هاني ارام مرتين we went on a trip يعني رحنا we went on a trip last week ذهبنا في رحلة الوزبا الماضي we went to the sea ذهبنا الى البحر we ate healthy food اكلنا طعام صحي we caught many fish اسطنا سمك كتير we were happy كنا فرحنين we had a great fun لازم يا سنة ربعة تاخد بالك في الparagraph من الملاحظات اللي اتلك عليها اهم من كتابة الparagraph ازاي اكتف الparagraph صح الارائع علامات التركيم والجمل جم بعض بالطريقة دية اراع الزمن الزمن اللي بتكتب تكون في تنس معين في زمن معين سواء الماضي او المستقبل لو حاجة للساة كده بنا اعطيتك لمحة او بعض النوتس المهمة اللي هتساعدك في الامهام الايدائية او هتساعدك في كتابة اي بعد كده بالتوفيق سن ربع وشكرا لكم وشكرا في الفيديوهات القادمة